نرجع تاني لسهاج حطيه تاني الخبر يا خالد بتاع سهاج اللي بيقولك اقبال كثيف على لجان انتخابات الرئاسة في محافظة سهاج محافظة سهاج واحدة من محافظات الصعيد وترتبها تاني على مستوى الجمهورية من حيث نسب الفقر حسب كلام المركزي للإحصاء محافظة عندها مشاكل في البناء التحتية من ساسها الرصها عشر سنين فاتت رغم كلام الحكومة انها انفقت في محافظة سهاج حوالي 18 مليار جنيه على البناء التحتية مازال اهالي سهاج بحطت ايدك يا معلم قبل عشر سنين مازالت الصحة والتعليم والطرق والكباري ومش عارف مستشفيات سهاج مدارس سهاج البنية التحتية المية الكهرباء صرف الصحي عشر سنين من حكم هذا النظام مازالت سهاج بتعاني الاهمال والفساد والفشل وتأخر المشروعات وعدم الاهتمام الحكوم تقول لي يا عم ما عملوا حياة كريمة انا عارف انهم عملوا حياة كريمة ودفعوا فيها 18 مليار جنيه تقول لي يا سيدي ما عندهم مشروع تنمية الصعيد انا عارف ان عندهم مشروع تنمية الصعيد وكان نصيب محافظة سهاج من هذا المشروع حوالي 7 مليار جنيه هتقول لي يا سيدي عندهم 100 مليون صحة وعندهم من حق اجتنظمي ومن حق اجتظلمي ومن حق اجتظلمي ومن حق اجتلطة عندهم كل دا عندهم لكن النتيجة ما بيشوفهاش المواطن اهالي سهاج نموذج على الرغم من دعايا الحكومة والاعلام وقالك بالاعلام والمفروض ان الصور دي جاي لنا صباح اليوم من سهاج تصور ولا فيديو يا سيدي دا قالك اقبال من العواجيز والسيدات على الانتخابات في سهاج فرجنا كده على الفيديو ونرجع نشوف اهالي سهاج فعلا نازلين بينتخبوا حبا في هذا النظام اللي افسد حياتهم على مدار عشر سنوات ولا دي صورة اريدة لها ان تكون بهذا الشكل وتخرج بهذا الشكل وبعد كده اللي يروح يروح واللي ما يروحش ما يروحش نتابع هذا الفيديو انا عايز اقولك على حاجة عشان ما تنصدمش انا عارف ان الناس كلها مش هتنزل ومحدش عايز ينزل لكن رغم كده في اقبال الى حد ما امام بعض اللجان عارف السبب ايه السبب النهاردة ان موظفين المدارس او موظفين وزارة التربية والتعليم الامضة بتاعتهم حصرا داخل اللجان حزب النور بيحشد رجالته ومستقبل وطن بيحشد رجالته بعض المؤسسات والشركات العامة والخاصة الشهر العقاري والجماعة بتاعت تموين والجماعة بتاعت ضرائب واللي شغالين في الجهاز الاداري للمحافظات وشغالين في مجلس المدن ومجالس القرى المحلية وفي مجالس الكل بيتم حشده صباح اليوم بالامر المباشر فضلا عن ان امن دا والشرطة واقفين في المواقف بينزلوا الشباب غصبة عنهم عشان يروح يدوا انتخابات فطبيعي يبقى عندك هذا المشهد على الاقل اول ساعتين تلاتة الصبح قولي ان في مواطن في البلد نزل دفع واشترى الترطور دا عشان ينزل ينتخب قولي ان الناس سايبه اللي وراها وسايبه رحلة البحث عن السكر والزيت والشاي والطماطم والبطاطس والبصل اللي مش موجود ونزل عشان تطبل وتسقف وطرق زي ما بيقول بعض من قيادات حزب ومستقبل وطن ينزل ورقصه قدام اللي جاني طب نرقص على ايه يا سيدي وفر لنا الزيت ونرقص لك وفر لنا الشاي ونرقص لك وفر لنا الامن والامان ونرقص لك سد ديونة ونطبل لك عالج مشكلة التضخم ووقف معاك حللي مشكلة الجنيه اللي بقى او الدولار اللي بقى ب 55 جنيه مش عارف ايه حكاية 55 او ايه حكاية الخمسينات كل حاجة في البلد دخل على الخمسينات دولار ب 55 جنيه سكر ب 55 جنيه الزيت او مش عارف الرز ب 45 جنيه وداخل على الخمسين البصل ب 45 وداخل على الخمسين هو في ايه بليه حصل وترجع تقولي اقبال كثيف لا مش اقبال كثيف ولا حاجة ده حتى اللي بينين كلهم المندوبين بتوع مستقبل وطن والعيال اللي لابسين تراطير اللي هم جايبينهم عشان يزينوا بهم الصورة وبعض من الموظفين اللي جابوهم غزب عندهم عشان يروحوا يقفوا ياخدوا هزي الصورة دي كانت محافظة سهاج في اعين الاعلام في صباح اول يوم من ايام الانتخابات لكن محافظة سهاج بقى لو هنتكلم عن سهاج على بعض امطار من اللجان دي والطابل والزمر اللي حضراتكو شايفينه والاهتمام الاعلامي والكل بيتكلم عن سهاج اهالي سهاج بيموتوا لان ما عندهمش مستشفيات فيش خدمة صحية موجودة في محافظة سهاج قالك معاناة اهالي سهاج في المستشفيات العامة الداخل في مستشفيات سهاج مفقود او مولود او مفقود واللي طالع مولود تعالا كلمني كده واحنا بنتكلم في اول ايام الانتخابات وفي اقبال من الناخبين بعمرت ايه بعمرت ايه بتكلمني عن اقبال للناخبين على ترشيح السيسي او غيره بالمناسبة بعمرت ايه النهاردة الناس بتشهد عرص انتخابي وانت عندك محافظة كاملة ما فيهاش مستشفيات قرى ونجوع وكفور في سهاج ما عندهمش وحدات صحية اللي بيعيا في واحد من نجوع او كفور سهاج اما انه يموت في مكانه او يتنقل للمركز او اقرب مستشفى خاصة يدفع من دم قلبه عشان يتعالك هو ده النموذج هو ده الانجاز اللي جاي بالطالب المواطن النهاردة انه يديك صوته عشان تكمل تب شوف كده سهاج نائب بيطالب بحل ازمة النقص الشديد في احتياجات مراكز الشباب بمحافظة سهاج وهم دول الشباب اللي المفروض بيندولهم عشان ينزلوا لا مراكز شباب ولا صحة ولا مية ولا تعليم ولا صرف صحي سمى حضرتك كده فيديو لاحد اهالي مركز المنشأة بسهاج بيطالب الحكومة بعمل صرف صحي ده المواطن بتاع البلد وده المواطن اللي نازل ينتخب ده المواطن اللي بيصرخ بقاله عشر سنين من اجل الخدمات وحق ومش عارف ياخده وده المواطن اللي النهاردة بيحتفلوا بيه عشان ينزل وبيحاولوا يصوروا انه فرحان وسعيد وده المواطن اللي اخيرا الاعلام بيتكلم عنه مواطن سهاج لكن احنا بقالنا سنين بنتكلم عن هذا المواطن حتى في يوم انتخاباتهم في يوم عرصهم الانتخابي المزيف المزور هنتكلم ايضا عن نفس المواطن اللي بيطالب بالحد الادنى من الخدمات نتابع هذا الفيديو الناس يعني اللي يكون بعونه والنموس والبتاع المحافظات كله والمراكز كله اشتغل في الصرف بعدها عن مركز المنشأة مركز المنشأة ولا ما اشتغلش في الصرف السعد مرضى الكلة هنا هم لسبب الرئيسة مرضى الكلة هو المنظر ده قدام حضرتها مرضى الكلة ومرضى الربو والصادر كله بسبب المنظر ده مفيش لنظافة ولا فيه في المام ولا فيه اي حاجة تسول مجار وكله والله ومحاد ساعد لحد حاد ساعديني كل ثلاث دقائم حاد ساعدة باشا كل بقى ورئيس المدينة قدوش ايام وصلح يا صرف كل حاجة يعني الناس يعني اللي يكون بعونه والنموس والبتاع المحافظات كله والمراكز كله اشتغل في الصرف بعدها عن مركز المنشأة مركز المنشأة ولا ما اشتغلش في الصرف السعد مرضى الكلة هنا هما لسبب الرئيسة مرضى الكلة هو المنظر ده قدام حضرتها مرضى الكلة ومرضى الربو والصادر كله بسبب المنظر ده مفيش لنظافة انا عايزك يا خالد الله يرضى عنك يعني لو تعرف تساعدني في هذا الموضوع عايزك تجيب لي الفيديو ده من مواطني سهاج تقسيم لي الشاشة كده وتحط لي الفيديو التاني بتاع الناس اللي بترقصه بالطبل دلوقتي قدام اللي جاه قديك اقل مديئة عشان تعرف الفرق ويمكن احنا محاولناش نجيب لحضراتكم فيديوهات كتير ولا محتاجين نجيب اخبار كتير تدلل على ضعف الخدمات المقدمه للمواطن في صعيد البلد سهاج نموذج انا نموذج اسيوت نموذج المينيا نموذج 27 محافظه نمازج حيه قدام حضراتكم لما فعل هذا النظام في بلدنا على مدار العشر سنين اي نعم قبل هذا النظام كان عندنا ضعف في بعض الخدمات او في معظم الخدمات الان في بعض الخدمات ما عادش موجودة في محافظات كليا ما فيهاش لصرف صحي ولا مية ولا صحة رغم حياة كريمة محدش قال للنظام ده او افطر عليه ان انت ما عندكش انجازات الحكومة على مدار اليوم بتكلمنا عن انجازات ومشاريع لانا شفت المتحدث باسمه حملة السيسي مبارح كان بيعيط وقالك فبتسألوا المزيعة بتعيط ليه لها بعيط من كترة الانجازات طيب يا اخوانا انت متعيط من كترة الانجازات المواطن ايضا في محافظات الجمهورية بيعيط من عدم موجود الخدمات وزي ما قلت لحضراتكم والله 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 الخدمات الانجازات المشاريع النجاحات صوتها عالي صوتها عالي مش محتاجه تزييف اللي علي مين الشاشه زي ما انت شايف دي شوارع وطرق محافظة سهاج واللي على شمال الشاشه كويس انها موجودة في الشمال ده المشهد اللي بيصوروا الاعلام النهاردة لفرحة اهالي سهاج بما يسمى الانتخابات او عرص الانتخابات في اول ايام الانتخابات الرئاسية حسب ما بيصور البعض عايزك بقى يا خالد تخللنا بقى النموذج ده على طول كل ما نتكلم عن محافظة توري الناس شكل المحافظة اثناء الانتخابات وشكل المحافظة بعد الانتخابات وبقول المنازم من حسن الطالع زي ما بيقولوا ان مبارح الكهربا مقطعتش سبحان الله والنهاردة الكهربا مقطعتش سبحان الله طب ليه بقى الكهربا مقطعتش مبارح ومقطعتش النهاردة قالك دي بركات الانتخابات يا سيدي بركات الانتخابات نفحات انتخابية من الحكومة اللي عجزت وفشلت عن حل ازمة الانتخابات ازمة الكهربا على مدار قدية يا سيدي على مدار اكتر من ثمان شهور ده احنا ندخلين في سنة ثمان شهور الحكومة عجزة عن حل ازمة الكهربا قمجات الايام المفترجة بتاعت الانتخابات نفحة كده من الحكومة فالكهربا ما عطعتش النهاردة ما عطعتش مبارح وببشرك الكهربا مش هتقطع النهاردة ومش هتقطع بكرة ومش هتقطع بعد بكرة تلات ايام بتوع الانتخابات طب وبعد مرور الانتخابات لا ده بعد مرور الانتخابات هترجع الكهربا تقطع اسوأ من الاول وهيخلوك تحاسب على الجلد والسقط زي ما بيقولوا. ده كانت محافظة سهاج انتخابات وغير انتخابات. تعال انا اروح لمحافظة مين يا مثلا. قالك باعلام مصر مئات المواطنين في مسيرة حاشدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ولما تجي تبص على المواطنين دولك. وكان البلد بلدنا يعني بمحافظاتها بسلطاتها ب 27 محافظة بفئتها بفلاحينها بمثقفيها بمعلميها بمش عارف ايه. مفهومش غير مستقبل وطن. لا ارجع تاني يا سيدي مستقبل وطن. هو ايه مستقبل وطن? فيش غير مستقبل وطن? البلد دي المواطن بقى يعبر قالك مواطنين في مسيرة حاشدة. تبص اعلام مستقبل وطن. مواطنين بيدلوا بأصواتهم. تبص اعلام مستقبل وطن. هما فين المواطنين? دول فرقة متأجرة هي لابسة زي موحد والسيد مش عارف العضو وورا شوية من المساعدين بتاع سيادة العضو. وقالك محافظة المينيا مسيرة حاشدة. طب خلينا كده نروح نشوف اهالي مسلا بعض الاماكن في محافظة المينيا. وبالمناسبة محافظة المينيا ايضا واحدة من اكبر المحافظات الطريدة للسكان على مستوى الجمهورية لان عدم الخدمات ترتبها بيجي التالت من الرابع اسف من حيث نسب الفقر بعد اسيوت وسهاج وجنة بيجي محافظة المينيا من حيث نسب الفقر اللي بتتجاوز خمسين في المية من اجمال سكان المحافظة. فالناس دي اللي مش تلاقيها تاكل او الناس اللي مش عارفة تعيش مش هتنزل مسيرة بالعلام هو ايه المسيرة في يوم الانتخابات جيب لي قانون او دستور بيقولك او بيسمح بوجود مسيرة في يوم الانتخابات المفروض ده صمت انتخاب لكن ده انت شايل العلامه داخل لحد قال باللجنة لحد زي ما بيقولوا بق الصندوق بالعالم وباليوفط والمسيرة الحاشدة اللي انت بتكلمني عنها شوف كده مسلا اهالي بعض القرى والمدن في محافظة المينيا زي اهالي اتس على سبيل المثال الناس دي بتشرب مجاري المحافظ بيقول استعنى بخبير الماني وقال ان شبكة الصرف الصحي في محافظة المينيا محتاجة تغيير الخبر ده قبل كم يوم رغم ان الحكومة بتقول انها غيرت شبكة الصرف الصحي كليا في محافظة المينيا وتكلفت 8 مليار جنيه شبكة صرف الصحي في المينيا دفع عليها 8 مليار حسب كلامهم التجديد المستشفيات ووحدات صحيه في محافظة المينيا دفع عليها 3 و 4 من 10 مليار جنيه حسب كلامهم المدارس تم تجديد مش عارف 130 الف فاصل في محافظة المينيا وتكلفه 9 مليار و 200 مليون جنيه طرق الكباري اه اتصرف عليهم في محافظة المينيا اه اتنين و اتنين من 10 مليار جنيه تمام الميت الشرب في محافظة المينيا والصرف الصحي اجمالي كلهم على بعد كده صرف عليهم 8 مليار جنيه حياة كريمة في محافظة المينيا اللي بيكلمون عنها حكومة بتقول انها صرفت في محافظة المينيا 6 و 4 من 10 مليار جنيه لكن النتيجة ان اهالي المينيا بيعانوا ان الشوارع بتاعتهم اتحولت لمقالب زبالة يعني لا فيه ميت شرب ولا صرف صحي ولا فيه خدمات اه بتشيل الزبالة اللي موجودة والقمامة اللي موجودة في الشارع عزب كاملة عايشة في خطر بلا طرق بلا مواصلات بلا بنية تحتية مثلا زي عزبة اللي هي عزبة الجندي في محافظة المينيا تابعة لمركز مغاغة واللي بيقولك احنا حياتنا في خطر لان الناس لحد دلوقتي في العام الفين تلاتة وعشرين في القرن الواحد وعشرين بيمشوا على ريشة مدق زي ما حضرتك شايف بالشكل ده دي المينيا الحقيقية والمينيا بعدسة التلفزيون المصري واعلام النظام ده المواطن في المينيا اللي بيطالب بحقوق الاساسية وده المواطن اللي بيقولك نازل دلوقتي الان ناو في مسيرات بيطوف شوارع المينيا قال ايه لجل الانتخاب سين او ساد او لجل المشاركة في العرص الانتخابي عرص انتخاب ايه وانا مش عارفاش ربك �äsident ما هي نظيفة عرص انتخابي ايه اللي انت بتكلمني عنه وانا مش عارف اعزك الله يعني اعزك الله اود الصرف بتاعي في حتة او اصرفه في حتة دي كانت محافظة المين رح نشوف اسيوت ده وعن اسيوت حدس ولا حرك محافظة رقم واحد في نسب البطالة او رقم اتنين لان ضميات رقم واحد محافظة رقم واحد من حيث الفقر حسب بيان المركزي للإحصاء والتعبئة في العام 2022 محافظة رقم واحد في ضعف الخدمات المقدمة للمواطن صحية وتعليمية وحط جنب كل هذه الخدمات اي حاجة تعرفها محافظة اسيوت رقم واحد ده حسب كلام الحكومة شوف الخبر قالك بدء توافد المواطنين على اللجان بأسيوت للمشاركة في انتخابات الرئاسة طب هو المواطن اه وده الفيديو من محافظة من محافظة اسيوت شايف انت الهيلمان اللي معمول ده سجاد وخيم وكراسي مدهبة قد مهمين يعني السؤال مين دفع مين دفع تمن هذه التجهيزات هل اللجنة العامة للانتخابات هل انفاق الحكومة بيضمن وجود شوادر وكراسي مدهبة امام اللجان ولا هي دي اللجنة اللي كانوا عمين حسابهم هياخدوا قدامها اللقطة اياها وهيجي سيادة المحافظ اياه وسيادة المندوب اياه او سيادة النائب اياه يدي صوته فيها وشوف مين اللي شايل الكراسي يا مؤمن اوقف كده خالد اوقف يا مؤمن رضبة رضبة شايلة الكراسي للمواطن لا امشي يا خالد في اخر الفيديو رضبة شايلة الكراسي للمواطن ايه ده ايه الحرية دي هو من امتى حضرة الزابط بيخدم المواطن بعنيه بالشكل ده هو ايه اللي تغير البلد بيحصل فيها ايه مرة واحدة كل حاجة بتتبدل مرة واحدة المواطن بقاله ايمة ومستنيينه ينزل ومرة واحدة صوتك امانة طب ما انا بصوت عليك بقالي عشر سنين وفر لي ميا وفر لي صرف صحي اسمعني طب عبرني دلوقتي صوتي بقى امانة دلوقتي الكهربا مبتقطعش دلوقتي حضرت الزابط بنفسه بالبدل الميري بتاعته بالكاب والشايف الدبابير حضرت الزابط بدبابيره وسلاحه والطبانجه مشيه كمان شوية خالد طبانجه اللي في جنبه دي شايل كراسي للمواطن ده العز اللي انا فيه ده وفين في محافظه اسيوت اللي بيفتح بقه فيها بيتهموه بالارهاب او بيقتلوه او يعني محروم من الخدمات اسمع كده كلام السيد النايبه اعناش ورائف عضو مجلس النواب عن محافظه اسيوت واللي قالت عجز شديد بالاطباء في الوحدات الصحيه بمحافظه اسيوت ان انا يبقى عندي عجز في الاطبه دي مشكله لكن يبقى عندي عجز جديد ده فشل وليطلع يقول الكلام ده النائب عن حزب الحكومة يبقى الموضوع وصل للحديد ومفيش اطباء وبالمناسبة مش بس العجز موجود في الوحدات الصحيه ده موجود في المستشفيات الحكومية في عموم مراكز ومدون اسيوت حتى مستشفى الجامعة في اسيوت عندهم عجز في الاطبه اللي عندهم مفرخة الاطبه عندهم عجز في الاطبه والامكانيات شوف كده اهالي قرى اسيوت حالهم ايه قالك قرية نازلت فرج باسيوت خبر ده في نص في نص السنه اللي فاتت قبل تلك 4 شهور قالك نص السنه دي اسف قالك اهالي نازلت فرج باسيوت بيستغيسوا من سوق ونقص الخدمات بس عايزك تدرك معنى كلمة سوق ونقص نقص الخدمات ممكن اقولك القرية او العزبة دي فيها نقص مثلا في ملف التعليم او دول ما عندهمش وحده صحيه او دول مركز الشباب بتاعهم مشتغلش لكن لما جيه اجي اقولك ان في قرية كامله عدد سكانها بيتجاوز الخمسين الف مواطن وبيشتكوا من نقص وسوق الخدمات ده معناه ان الناس دي محدش لا شافهم ولا سماعهم ولا سأل فيهم لا حياة كريمة عدت عليهم ولا تنمية صعيد قالت لهم صباح الخير ولا رؤية البلد عشرين تلاتين اه شايفاهم او حاسة بيهم ويطلع يقولك ان اهالي سهاج او اهالي اسيوت النهاردة فرحانين وبيرقصوا في الشوارع فيهم على سبيل المثال يعني احنا اه 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 في الحلقة النهاردة في اول يوم هنلف بحضراتكو نطوف بحضراتكو كده على محافظات الصعيد ممكن بكرة مثلا ان ناخد محافظات القناة او محافظات الدلتا او محافظات اه واجه بحري طالما الحكومة والاعلامها ونظامها بيصوروا الصورة من جانب واحد لو اضحك عشان الصورة تطلع حلوة هتضحك فين قدام لجنة الانتخابات جاي بقى غصبة عنك عشان خاطر الامضة بتاعتك في اللجنة نزلك حضرة الزابط بالاكراه عشان تيجي تدي صوتك اه اه انت منهم وجاي تدي صوتك خدت كيلو رز وكيلو سكر تلتميت جنزة يا ما هاعرض لحضراتكو بعض الرسائل اللي وصلتنا بعد شوية بالنهاية هصورك هنا لكن هتيجي تقول لي عندي مشكلة تقول لي عندي صرف صحي هتقول لي ولادي مش عارفين يتعلمه هتقول لي ابني مات في المستشفى عشان مفيش خدمات لا لانت تبقى ضد العرس الديمقراطي وتبقى مش عايز استقرار البلد ومش عايز ومش عايز ووحش وهعمل عليك علامة اكس لحد ما تعد الانتخابات وبعد كده هعصورك كده هطلع منك مواطنين صغيرين يروح يضعوا صوتهم في الانتخابات الفترة القادمة حافظة الفيوم قالك مسيرة بالاعلام والمزامير في الفيوم تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهو نفس المخرج يعني او المصمم المخرج بتاع المسيرة بتاع سهاج هو نفسه اللي عمل لينا المسيرة بتاع الفيوم هو ذاته اللي خطط المسير بتاع المينيا هو نفسه نفس المسيرات بنفس الشكل بنفس الاعلام نفس الفرقة تحس ان فيه فرقة وحده صابي علمة موجود في البلد هو اللي متقاول على كل الفرقة فرقة حصاب الله وفرق المزيكة دي هوزع الفرق دي على مستوى الجمهورية عشان تنزل صباح النهاردة تزمر والطبل في الشوارع ويطلع يقولك طبل وزمر ومسيرة في شوارع الفيوم طبل الفيوم شوف كده الفيوم اربع تلاف فدان على الاقل من افضل المساحات الزراعية اللي موجودة في الجمهورية بتبور النهاردة ليه عشان اللي بيزمر لا عشان اللي بيطبل لا عشان الفشل بتاع الحكومة على مدار السنوات نقص المية بور الاراضي اهمال الحكومة بيهدد اربع تلاف فدان بالبوار في محافظة الفيوم الخبر ده كان قبل كم شهر برضا اربع تلاف فدان احنا بنقول يا رب كيلو رز اربع تلاف فدان قطعة واحدة بالمناسبة الفيوم وبني سوف المحافظتين اللي جانب بعض دول دهم مشكلة في مية الراي بسبب عدم موجود اهتمام من الحكومة الحكومة بتقول انها صرفت في المحافظتين مع بعض على مدار الكام سنة اللي فاتوا اكتر من اتناشر مليار في تبطين الترع محافظتين دول لوحدهم كده فيهم اه حوالي تمانية في المية من اجمال زمام الزراعة في البلد محافظة بني سوف محافظة الفيوم الارض بتبور بالاف الافدنة بسبب فشل الحكومة طيب عشان الوقت نروح لمحافظة تانية محافظة انا قالك اطول عالم استقبال الناخبين بالمزمار البلدي ابرز المشاهد في انا وانا عندي اشكالية في الانتخابات احنا تابعنا الانتخابات الامريكية انتخابات الفرنسية انتخابات التركية هنا انتخابات بلاد ما وراء النهر والبحر بلاد العالم التاني والتالت والرابع انتخابات الوحيدة اللي اصبحت مرتبطة بالطبل والزمر والمزمار الخبر بيقولك استقبال في انا بالمزمار الخبر اللي قبله كان بيقولك برضو نفس الكلام تقريبا مسيرة حاشدة بالاعلام لما تبصت على الخبر بتاع الفيوم تلاقيهم برضو مسكين المزمار الخبر بتاع سهاج طب هو مزاميره هي في الانتخابات الرئاسية في الفيوم جيب لي بقى الخبر بتاع اينا طابل ومزمار طب هو في ايه وهي علاقة ده ده يقولك ان الانتخابات دي بتدار مسرحية هزلية وطبعا عشان المسرحية لازم يكون فيها موسيقه تصورية حاجه كده تسخن وتعالي الدماغ والمزاج للناس اللي جاية انتخب هو يعني هيجي انتخب ويمشي كده مساكت طب اللي ما جاش انتخب فين؟ لما جاش انتخب مع الاسف مع الاسف لحد النهاردة مصاب بحمة اللي اكلت اجساد ابناء محافظة انا بسبب عدم وجود خدمات طبية وسبب تلوص المياه قره كاملة في ايه النهاردة؟ عندها حمى الضنك عارف الضنك لما يبقى في الصحة ويبقى في المال ويبقى في الخدمات اللي متقدمها للمواطن ويبقى في عشر سنين عاش فيهم المواطن من ضنك يبقى النتيجة على طول اللي انتو شايفينه ده طيب سيب كده انهى على جنب تعالنا نروح ليبقى نسويف مسيرة حاشد لو ايه اخوانا يعني كنتوا تقولوا مسيرة حاشدة في عموم المحافظات كنتوا ريحتوني وريحتوا نفسكم لكن مسيرة حاشدة ومسيرة حاشدة في قسيط وفي دومياط وفي اسطنبول في ايه اخوانا لا دا اسطنبول دي عندنا مسيرة حاشدة في كل المحافظات نفس المشهد اعلام اعلام مستقبل وطن وطابلو زمر والسادة النواب اللي نزلوا قدوا بقصوتهم النهاردة صباحية ربهم. ده بأني سوف كنت بقوله حضراراتكم من شويه ان بني سوف و الفيوم تقريبا 8% من الضمام الزراع في البلد والناس دي اربعين في المية من اجمال الاراضي المزرواع ajudarي في محافظة. الطي فيوم وبان سوف دلوقتي تبطلت ازرع بسبب عدم الإهتمام. اديك نموذج سريعي يمكن كل المحافظات دي تكلمنا عن phone. سبناش مركز فيك يا بلد ما جبناش في سيرته بالطيط طبعا مش بالبطال يعني سبناش عزبة وقرية في البلد ما عرضناش معاناتها ومشاكلها عشان لما نوصل للنهاردة انت انت كده لوحدك غير ما حد يقول لك لما تشوف الصورة دي وتشوف اللي بيطبله ويزمره تعرف ان دول فيهم انا لها دي مش انا لوحدها دي انا واخواتها وولاد عمها اهالي عزبة ابو بكر في بنسويف بيشتكوا من انقطاع المية وانقطاع الكهربا وده في يناير من ذات الشهر الناس دي لعندهم مية ولا عندهم كهربا ولا عندهم اي حاجة طيب اللي نزل ده نزل ليه؟ عشان بس يعني نبقى زي ما بيقولوا البعض نازل ليه؟ البعض نازل عشان يرقص زي ما قاله الراجل بتاع مستقبل حزب وطن مستقبل حزب وطن انا تركز يعني بتاع حزب ومستقبل وطن انزلوا الرسو والبعض نازل من دي الحال والعاوز اللي احنا عايشين فيه وانت دلوقتي انا مش لاقي شغل فلما حد يجي يخبط على بابك كده قولك خد 300 جنيه واحد تاني يقولك خد خمسة كيلو رز وانت بقالك شهر مش لاقيه خد اتنين كيلو سكر والله انا كنت بسمع زمان مبدأ يقولك اللي يجي منهم احسن منهم اسمع الاول الراجل بتاع حزب ومستقبل وطن وبعد كده هعرض لحضراتكم بعض الرسائل اللي وصلتنا بتقول لنا لماذا يوجد الان ناخبين امام اللي جان في الوقت اللي الشعب وكله شايف انها مصرحية هزلية نتابع هذا الفيديو حينجح وحيكسح بس ده ما يوجد مقياس الابدل الحضارة والرقي والديمقراطية اللي انا اطلع اطلع وقف عند اللجنة وارقص عند اللجنة وطبل عند اللجنة بالعند في الناس اللي هم عايزين للشر بمصر والشر محددنا من كل الجوانب ده الكلام اللي بيتقال انزلوا عشان خاطر لو نزلتوش هتيجي اسرائيل تشدين تشدنا من على سرائر من رجلنا انزلوا عشان خاطر فلسطينيين اللي يعاني بيتقاتلوا من الوريد للوريد عشان ما يسيبوش بيوتهم هيجوا يحتلوا غزة ويوصلوا لحد نجع الصعيدة مش عارف في محافظة المينيا شوف بقى سريعا بعض من رسائل الناس قالك دوحة بتقول حد عارف بيوزعوا كاراتين في انهي لجنة عشان اروح انتخب اصل صوتي امانة اما دعاء فبتقول انزلي صوتي في اي لجنة هيدوهالك هناك من غير ما تنتخب ايا بتقول طب ما ان هو كده كده واختها حد يعرف مكان بيوزعوا فيه كاراتين انزلوا انتخب وخلي العالم يتفرج على جمال البلد وقدي بيوزعوا كاراتين عشان الكريسماس انا انتخبت مرتين لحد دلوقتي اما انجي فبتقول كله هيبقى معاه فلوس النهارده كان نفسي ابقى في مصر عشان اخدت 300 جنيه والكارتونة اللي بتتوزع ده كلام محمد فريد عن ما يحدث في الانتخابات برأي كفاية على هذا الملف ملف الانتخابات اللي مايهمش كل المواطنين لان الناس للأسف رمض طوبة الانتخابات دي من زمان حاست ان الموضوع بقى مصرحية هازلية دمها بايخ اشتركوا في القناة